الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو واحدى الاستراتيجيات اللي احنا اعتمدنا عليها في دورة مدرسة قوة الاعداد طبعا احنا هنعرض للعديد من الاستراتيجيات الفترة المقبلة بناء على طلب العديد من الاصدقاء ان يكون هناك استراتيجيات مجانية لان فعلا الحمد لله يعني انا بسجل دورة التحليل الرقمي الاحترافي حاجة خيالية بجد والله حاجة خيالية يعني انك تسجل اكتر من 120 ساعة تعليمية وتطبيقية وتقول للناس اتفضلوا يا جماعة في اساس قوي طب خلينا منتكلمش عن الدورات اللي احنا بنقدمها وخلينا في الاستراتيجية اللي امام حضراتكو زيروا نعكاس تخيل واستراتيجية قد تبدو سازجة تعتمد على الاعداد الدائرية اللي هي اخرها 50 او اخرها صفرين تمام يعني 122 122 50 121 50 121 121 50 120 129 50 119 118 50 118 117 50 117 116 50 116 115 50 115 115 114 50 114 113 50 113 112 50 112 111 50 111 وهكذا تمام بتعمل الخطوط ديت و المتوسط المتحرك ده على حسب ما يترقى ليك ممكن تعمله متوسط اللول 5 اكسيبنشن او 3 انا عامله هنا 3 اكسيبنشن او 3 انا عمله هنا 3 اكسيبنشن او 3 انا عملته بلون ازرق مع انه مفروض يكون بلون مغير يعني خلينا كده او خلينا بلون اخر وليكن اللون او او احمر تمام او تمام او النظرية بتقول ايه اذا تقاطع المتوسط المتحرك ده مع احد الخطوط فانت هتاخد ايه شراء بشرط ان يكون الافتتاح الخاص بالشمعة اليومية احنا بنعمل على اليوم او يكون فوق ايه فوق المستوى 115 50 هنا زيرو نعكاس طيب اقاف الخسارة بالنسبة لك عند هذا الخط اللي هو 115 تمام بشرط ايه بشرط تقاطع المتوسط المتحرك مع المية و 15 طيب لو لم يتقاطع المتوسط المتحرك مع المية و 15 لبطءه تمام الاسعار كانت سريعة للغاية والسوق كان متقلب للغاية يبقى انت هتسكر الصفقة مجرد افتتاح ادنى المية و 14.50 على أي مستوى زمني تمام يبقى الخسارة كان مت ficar تمام لو لاحظت هنا كل ما يسعت او 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 كل ما يسعت او 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 كل ما يسعت او او يديك ايه صفقة اشراء وحوووووووووووووvell دك او او شراء و118 و 1850 زيرو نعكاس و119 زيرو نعكاس و 119 حمسين 0.500 و 129 زيرو نعكاس و 120 و 120 و 121 حمسين 0 راكاس و 121 حمسين 0 راكاس هنا المتوسط المتحرك احنا قلنا ليه الناس هتبيع عند 122.50 ولو لاحظت هو جاب 122.41 وهنا جاب كام جاب 122.43 تمام والمتوسط المتحرك لم يتقاطع مع 122.50 ولا يوجد كامل شمعة افتتاح اعلى ايه 122.50 وبالتالي تستطيع البيع تستطيع البيع وفقا لنظرية تباعد المتوسط المتحرك عن الاسعار وعن الخطوط القوية تمام دي الاستراتيجية اللي احنا كنا بنشرحها ببساطة شديدة للاصدقاء في مدرسة قوة الاعداد واحنا طبعا قررنا في شهر رمضان ان شاء الله هنعمل مجموعة من المحاضرات لمدرسة قوة الاعداد جديدة لان احنا بنزود محتوى كل دورة احنا عاملينها احنا بنزود المحتوى الخاص بها ليه؟ عاوزين نوصل الناس لأساس قوي لاستراتيجيات قوية تمام؟ يعني دي انا باعتبارها استراتيجية سازجة يعني ايه الاستراتيجية دي؟ انا مش مقتنع بيها يعني انا لما كنت بعملها للناس والله ما كنت مقتنع بيها لكن السوق قال كلمته يعني هنا برضو اهو مية واثناشر هتيجي بقى تعمل الخط هنا اهو هتعمل هنا مية واثناشر السوق قال استراتيجية ممتازة جدا على الدولار ين طيب يمكن تنفذها على ازواج اخر لاحظ المية واثناشر هنا كانت ايه؟ كانت مقاومة شرسة تباعد المتوسط المتحرك وعدم وجود كامل شامعة وافتتاح اعلى مية واثناشر فتقدر تبيع تقدر تبيع هنا بقى المية واثناشر خمسين وهكذا ايه فلما تعملها تاريخيا حتى تلاقي الاستراتيجية محترمة جدا اه دي مية واثناشر خمسين ايه دي اوه اتفضل اشتري او اتفضل هنا الشامعة دي هي اللي اعطتك سجنل للشراء تمام؟ زيلو نعكاس طيب مية واثناشر فالاستراتيجية دي لو انت شغال مع شركات التمويل انا اهديها اليك ان انت تقدر تشتغل بهذه الاستراتيجية مع شركات التمويل ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله تعملوا حاجة جيدة والفترة المقبلة انا هتلاقيني بعملك استراتيجات عديدة جدا على مختلف الازواج مع عدد داو جونس يعني الداو جونس دا دورة مدفوعة دا الوحدة ما بعملش استراتيجات على الداو جونس تمام؟ ولا استراتيجات على الداو جونس ولا استراتيجات على الدهب دي للدورات المدفوعة لكن ازواج العملات فيش اي مشكلة عندي يعني ازواج العملات متاحة الاستراتيجات مش كل الاستراتيجات اللي انا طبعا يعني انا بعمل حوالي نسبة من واحد بالمائة الى خمسة بالمائة من الاستراتيجات اللي انا بعملها دورات المدفوعة بعملها مجانا مفيش اي مشكلة تمام اه اه مية وعشرة طبعا دي استراتيجية انا مش عارف حتى الان يعني مش مقتنع بيها والله مش مقتنع بيها اه لكن اي فيدك اجتناعك او عدم اجتناعك والاستراتيجية شغالة بشكل مذهل يعني الاستراتيجية اه لو هتشوفها عالتاريخ كمان اه الفالس بريك الخاص بيها اه قليل يعني مش او مية وتسعة اه خمسين بص او هنا هنا بقى بص الانحناء الخاص بالمتوسط المتحرك قالك ايه هنا نقطة اه مقاومة تمام تقدر تبيع لتباعد المتوسط المتحرك ولمس الخط اكثر من مرة هنا التقاطع بقى هو اشد تقاطع هنا اشد مع الخط تقدر تبيع عند مية واربعتاشر هنا ايه بعت زيرو نعكاس تربيت على طول مية وتلتاشر خمسين لمسها اكتر من مرة وبيقولك ايه بيقولك المتوسط المتحرك مش قادر يكسر المية وتلتاشر خمسين فتقدر تشتري ويكون ايه اقاف الخصارة هو مية وتلتاشر القط السابق تمام هنا تقاطع بيع تفهم هنا تقاطع اشتري هنا تقاطع اشتري تقاطع اشتري تمام بص لما تقاطع هنا حاجة عجيبة جدا من مية وخمستاشر الى مية وخمستاشر خمسين وقال لك لا المتوسط المتحرك مش قادر يا تقاطع تقدر تبيع اهو بص التقاطع ده الشمعة راحت لفين اهو الشمعة راحت ل 113 هبط من حدود 115.50 الى 113 اي 115 36 الى 113.5 تمام اذا حتى في الحالات اللي هي القوية للسوق وعنف السوق تقدر تشتغل بهذه الاستراتيجية اي حتى في الصعود القوي للدولار ين اهو قدرت ان انت تشتغل اهو زيره انعكاس عند 116 وكملت بقى بنظرية تتبع الاتجاه كل ده انت عمال تارك الصفقة الخاصة بيك تمام هنا تقدر تبيع اه اقدر ابيع عند 122.50 واقاف الخسارة هو 123 وجود كامل شمعة اعلى 123 تمام اه افتتاح شمعة اعلى 123 وان المتواصل المتحرك يختارك 123 تمام طيب لو الكلام ده ما حصلش المتواصل المتحرك ما اختاركش 123 بقى عندك 123.50 لو مجرد لمسها خلاص تسكر الصفقة تمام دي الاستراتيجية ببساطة شديدة طيب تقدر تجربها على ازواج عملة اخرى لا هي هي معمولة للدولار ين يعني هي معمولة للدولار ين في اه في ازواج عملات اخرى بس افضل اداء هو الدولار ين يعني خلي الاستراتيجيات للدولار ين تشتغل بيها فقط تمام مجرد اللي هي الاعداد الدائرية اللي هي سواء اه اخيرها زيرو زيرو او اخيرها اه خمسين وبتشتغل ببساطة شديدة تمام تقدر بقى تشتغلها في حساب مثلا ب بألف دولار تقدر تعملها بنصف دولار تقدر الصفقة بنصف دولار او بواحد دولار لان انت خسارتك خمسين نقطة او مئة نقطة يعني خسارتك خمسة بالمئة او عشرة بالمئة عشان كده انا بقولك تقدر تشتغلها مع شركات التمويل تعمل العقد المناسب للمئة نقطة او الخمسين نقطة وتشتغل بيه تمام بالتوفيق ان شاء الله ودي كانت اول استراتيجية معنا في سوق الفوركس شكرا جزيلا